زملائك واجدين خلنا نتكلم على مشهد أطباء التجميل في الأمريكا العربية السعودية نتكلم على أطباء السعوديين الكادر الطبي هنا في تناقص في ازدياد العدد مؤهل غير مؤهل أنت كيف تقيم هذه الحالة؟ نتكلم عن كادر الطبي بشكل عام في نخص كبير في السعودية والأرقام تطلحة وزارة الصحية كل فترة لما تجي بتخصص التجميل بشكل عام وتخصص تجميل الوجه في شح كبير جدا جدا في الأطباء السعوديين يعني لك أنت تتخيل أنه التجميل بشكل عام يعني إذا نرجع وراء عشر 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 سنة ثلاثين سنة كان طيو التجميل أصلا يعني ما يحب يعمل عمل تجميل أو ما يصرح بعمل التجميل لأنه عيب في المجتمع التجميل أو غساب كنت تذكر من دي أساوك أنه إذا أحد يتوقع عمل تجميل توزع ما أبلغ أحد ونفس الشيء الدكتور ما يعملها الآن بدت تتغير الأمور وصار فيه قبول أكبر من مجتمع واحد فصار الإقبال علي من تجميل أكثر ومالمقابل عدد طباء يزيد قليل فزيادة هنا أكثر من زيادة طباء ثانيا دخلنا في مرحلة الهوس التجميل فصار الطلب أكثر من العرض الطلب أكثر من العرض كثير مرة مرة كثير يعني لما تروح لشوف طباء أقل طبيب عنده انتظار ستة شهور هذا ما تصير في أي بلد في العالم ما تصير في أي بلد في العالم بتاتا أنا اشتغلت ودرت في كندا والطبيب اللي تدرت معه كان من أمهر وأنجح طباء اللي موجود في مدينة تورونتو الانتظار عنده شهرين بالكثير ثلاثة شهور هو أمهر طبيب وقدمهم هنا أقل طبيب اللي حتى يعني شغله يعني على قدة تلاقي ستشور عنده انتظار أنت قائمة الانتظار عندك تصري لك ثلاثة سنوات أحيانا شوية أكثر أكثر من ثلاثة سنين يعني أنا كمريضة بغيت أخذ موعد عند الدكتور يزيد الغنيم أنا بقعد انتظر ثلاثة سنين أربع سنين عشان قاعد كذا قاعد أقول لك الانتظار طويل عنده طباء بشكل عام يزيد الغنيم وغيرها والسبب أنه أنا أتفق معك طباء سعودية جودة شغلهم رائعة جدا بشكل عام صراحة وأنا أراها بعيني مقارنة بالجنسيات الأخرى تمام نظرا نتجة للتدريب المتازل يأخذوه سواء في داخل السعودية أو خارج السعودية والإخلاص في العمل بس أرجع وأقول أنه ما زال الطلب أكثر من العرض جدا وحجم الأخصائيين التجميل حجم أطباء التجميل واستشاريين هذا ما زال إلى الآن ما يتوافق قليل جدا طيب وش اللي خلى الثقافة الاجتماعية تتغير من حالة العيب إلى حالة القبول عندنا والله أرى المجتمع كله تغير يعني إذا نرجع ثلاثين سنة يعني أولا ما كانت الشاشات والقنوات موجودة بعضها المجتمع كان مجتمع منغيق الانترنت ما كان موجود وبعدين جاء بعدين الانترنت فعندك التلفزيون وبعدين قلوة البث المباشر وبعدين طلعنا الانترنت وبعدين طلعتنا وسائل التواصل الاجتماعي كل هذه ضخت ضخت في نفسية المجتمع أنه يتغير فهذا العوامل ساعدت على الإقبال الكبير لعمل التجميل في الآمنة الأخيرة زادتنا شيء ثاني اليوم مشاهير مشاهير عندهم قدرة معلية عندهم نفوذ على أشياء كثيرة فقادرين أنهم معلون تغييرات بشكل يومي سواء إجراءات جراحية أو إجراءات غير جراحية أو مكياج أو أي شيء آخر فهذول لما يراهم المجتمع أنهم هم المثال اللي يحتدى فيه لازل يقل دونك تصيره معيار أو تصيره معيار يعني خلنا أخذها بشكل شعبي كم واحدة جتك يا دكتور وقالت لك أنا أبي مثلا خشمي يصير مثلا خشمي في العالم كثير هذا هو الأصل دائم يجونك بشكل هذا يا كده يا تقول لك أبغى خشم فلانا طبعا أنه تشوف أنا يعني حطها في عندي هنا في السناب شات بشكل يومي يجوني صور كده مطبوعة بعد يعني مطبوعة مو بالجوال مطبوعة ومورية صورة أورية صورة طبعا مشكة الصور وشي تكون تكون فيها فلتر في فوتوشوب في فوتوشوب وفي الميكوب جاهز كامل وجه كل مكياج كامل زين فيطلع تطلع لوجه الصورة مثالية فالشخص الضعيف البسيط ديعتقد أن هذا الوشق ممكن أوصل له بدون أي شيء والواقع أنه كلهم كلهم مكي معدل الصورة معدلة بالفلاتر والفوتوشوب والأشياء هذي